السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلحب بيحقولي سادة متابعينا في كل مكان أربع أفكار عن الجبن الرومي هخليك فعلا تغير فكريتك تماما عن الجبن الرومي هعملها لك بأكتر من طريقة أربع طرق بني وساندويتشو بالقشطة وموضوع كبير أوس عدتك خلينا نشوف الموضوع ماشي إزاي أول حاجة أنا بجيب عندي القالب ده 450 جرام أنا جايبه اللي هو الوسط ببدأ اللي أنا أخد أول حاجة الشرايح اللي بتبقى ساميكة شوية يعني بجيب السكينة هتلاقيه سهل قوي على فكرة وانت بتقطعيه هو بس ينظفولك ويزبطولك وانت تقطعيه بقطع حوالي جي خمس شرايح صمك التخين عشان البنيه وأبدأ اللي أنا أقطع شوية شرايح كده رفيعة عشان الساندويتش والباقي ده اللي هتبقى هبشره جميل أول حاجة بحضر عند البنيه بصمات وبعد كده بقوم جاب عندي اتنين عدد بيت شوية ملح وفلفل صغرين جدا عشان الجبن الرومي ملحها عالي وقوم جايب حليب ونبدأ نحط حواليه نص كوباية وعند طبق من الدقيق أول حاجة بقوم جايب عندي الجبن الرومي اللي هي الصمك التخينة شوية بحطها في الدقيق وبعد كده البيض ونزلها عندي البقصمات هتأكد كويس اللي هي خدت البقصمات من كل جانب ونزلها تاني البيض ووضيها طبقة تانية من البقصمات عشان تبقى وقت ده طبقتين اتنين ببقصمات تبقى جاهزة معايا بعد ما خلصت معايا نروع عندي على زيت يكون صخن عميق ونبدأ اللي أنا أنزل عندي الجبن الرومي البانية بتاعتي لحد ما تبدأ اللي هي تحمر معايا تفضلش كتير على النار يا دوبك بس البقصمات عندي ياخد اللون الدهبي فورا تقومش أيلاها اهي خدناه كده نقوم واخدينها ونقوم وطلعينها على منشف مطبخ تنزل أي مادة دهنية زيادة ولا حاجة وبعد كده نبدأ اللي أنا أوريها لك عاملة إزاي من جوة بص الجمال لأ شياكة يعني حاجة حلوة قوي طيب بعد ما خلصت كده نقوم حطينها على شوية طماطم ونقوم جايبين عندنا خبز شامي كده ونبدأ اللي إحنا نقدمه الهنة والشفا نخش على بعده حال اللي عندي على النار هعمل لك شوية تصوص تعمليه مع الماكارونة حكاية بأجيب عندي نص كباية من كلمة الطهي وحط عندي شوية الجبنة المبشورين حوالي كباية وابدأ اللي أنا أقلب أقلب على النار وعلى النار هادية جدا لحد ما الجبنة تبدأ تسيح معايا طيب أنا عايز أصبط اللوني عامي محمد بأحطوله شوية كركم صغرين جدا عشان أصبط اللون تبقى زي اللون بتاع الجبنة بالزبط وقلب أقلب أقلب ما تسيبهاش كتير على النار عشان ما تمررش وابدأ اللي أنا أحطها في البولة دي ومع أي مكرونة اشتغلها يا باشا حاجة مونتهى للجمال أو أي مثلا ساندوتش بانية عندك بأجيب عندي بقى أعمل الساندوتشات السهلة أوي للأطفال بيحبوها جدا بأجيب عندي خبز الشامي اللي قدام حضرتك ده بأجيب أنا العيش الصغير ده عندنا حد المغبس حلوة أوي بأجيب عندي جبنة الرومي حطها والطماطم وأقفل وأضغط ضغطها كده محترمة زي الفل أو تحطيه في العيش الشامي الكبير أجيب طاصة أحطها فيها شوية زيد ونبدأ اللي احنا نحط عندنا الساندوتشات متاعاتنا دي على نار هادية جدا على أساس الجبنة تسيح واللي عيش ما يتحرقش معايا وأبدأ اللي أنا أقلب لحد ما قدام حضرتك هيا ياخد اللونين أو أحس اللي الجبنة سيحة بأبدأ اللي أنا أشيلها على طول تحميصها مع العيش بقى مع الجبنة السيحة موضوع كبير قوي تعالوا ناخد آخر ساندوتش عندي وهو المهضورة حقه قوي لا لازم تجربيه القشطة ديت مع العيش الشامي والجبنة الرومي موضوع مختلف لو عايزة تعمليه في عيش فينه شغال مع علاقة قشطة مالة دي كده حلوة الجبنة الرومي أقفل وبس يا باشا ولا أي كلام كلها بالهنة والشفا يا رب إن شاء الله الفيديو نقول إعجابكم الأفكار تعجبكم شكرا على خير السلام عليكم